أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن مصر حريصة على تطوير مختلف المجالات مع دولة النيجر وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من النيجر بكاري ياو سانجاري بالعاصمة الإدارية شدد وزير الخارجية على دعم مصر للنيجر في مكافحة الإرهاب وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتمكين مؤسساتها من تدمير البنية التحتية للإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف أود أن أسجل هنا دعم مصر الكامل لجمهورية النيجر في مكافحة الإرهاب كما تعلمون أن الوضع في منطقة الساحل الإفريقي الوضع هناك غير مستقر بشكل كامل وهناك نشاط للجماعات الإرهابية ولذلك مصر تدعم كافة دول منطقة الساحل وتدعم مؤسسات الدولة الوطنية في هذه المنطقة وعلى استعداد وهي تقوم بالفعل بتقديم كل المساعدات وإن كانت في مجالات المعدات أو التدريب لتمكين مؤسسات الدولة الوطنية في النيجر وفي مالي وفي بوركينا فاسو وفي أيضا الجابون لمساعدة هذه الدول على مكافحة الإرهاب وتدمير بنيته التحتية أخذ في الأتبار الخبرة المتراكمة لدى الجانب المصري في مكافحة الإرهاب والنجاحات الكبيرة التي حققناها